يسمى ولا مشاحة في الاصطلاحات في مصلحة من المصالح الحكومية في صندوق وكل موظف يضع مبلغا من المال وفي نهاية الخدمة بيفتح الصندوق او بيمنح لهذا الموظف مبلغا كبيرا حتى ولو كان هذا المبلغ زائدا عن الاقصاط التي نفعاه فهذا من باب التكافل الاجتماعي من باب المعونة لا حرج فيه لا حرج فيه ان شاء الله وتعالى اما ان يجمع المال ويضع في البنك وتأتي زيادة الربوالة توزع فما الفرق اذا هذه الزيادة هي زيادة الربوالة المحرمة اما ان كان الصندوق مبالتكافل الاجتماعي ويأخذ من كل موظف مبلغا من المال وفي نهاية الخدمة او اذا تعرض لمرض او اذا كان عنده عرص او فرح او الى غير ذلك اخذ مبلغا من هذا الصندوق للمعاونة ويصر هذا الامر عليه وعلى غيره فهذا ان شاء الله من باب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولا حرج فيه ان شاء الله وتعالى هل النقاب فرض ام سنة المسألة فيها قولان لاهل العلم وانا اقول ذلك بامانة الامام مالك وابو حنيفة والشافعي على جواز كشف الوجه والكفين والامام احمد وغيره على وجوب تغطية الوجه والكفين لكنهم مجمعون على وجوب تغطية الوجه في زمان الفتن ان لم تؤمن الفتنة اجمعوا على وجوب تغطية الوجه وانا ادين الليب اننا في زمان الفتن والوجه ومحط الفتنة في المرأة بل هو محط الإثارة للزوج في فراش الزوجية مع أنها زوجته التي يعرفها ويحفظ وجهها ويراها لكنه محط الإثارة حتى للزوج في فراش الزوجية وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصطر نسائنا وبناتنا الزيادة في أسفل شعر الحاجب يعنانا أقول بأن الأصل الأصل ألا تأخذ المرأة المسلمة شيئا من حاجبها لعن الله النامصة المتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات الحسن المغيرات لخلق الله أما والضابط التقوى الضابط التقوى إن كانت الزيادة على أصل الخلقة على أصل الخلقة والأخت تتأذى بالفعل تأذيا حقيقيا من هذه الزيادة فلو أخذت الزيادة لترد الأمر إلى أصل الخلقة وأن يكون الضابط تقواها لله جل وعلا وهذا مناط خاص وليس مناطا عاما فأرجو الله حينئذ أن لا تكون أثمة أما إن كانت الأخت تخادع ربها سبحانه وتعالى وتخادع نفسها وتعلم أنها بذلك عاصية مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعوة كذا وكذا فلتعلم أنها عاصية لله تبارك وتعالى والضابط التقوى لله تبارك وتعالى كان الأمر بالفعل يشكل أذى حقيقيا في البصر أو في الرؤية أو في النظر فحينئذ أرجو الله أن لا تكون أثمة أما إن كان الأمر كما تعلم كل أخت ترقق وترقق وترقق لتقع في النمصي فهذا حرام ويتعرض نفسها للعن الله تبارك وتعالى ولا فرق بين أخت تكشف عن وجهة وبين أخت تنتقب في مسألة النمصي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال وأكون بذلك بفضل الله قد وفيت الإجابة على أسئلة الليلة وسامحون إن كانت الإجابات مختصرة لكن أرجو الله أن تكون واضحة وأن تكون الفائدة تامة أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب أن لا أجعل حظنا من ديننا قولنا وأن يرزقنا الصدق في أقوالنا وأعمالنا ونياتنا وأحوالنا إنه لي ذلك والقادر عليه أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته